اقتحمت قوات خاصة إسرائيلية فجراً مدينة نابلس حاصرت البلدة القديمة فيها وعتقلت منها شاب كما اقتحمت عشرات المركبات العسكرية والأليات المدنية من محاور عدة حاصرت جميع مداخل البلدة القديمة واعتل القناصة أسطح المنازل في محيطها ووسط سماع لأصوات دوي الفجرات أطلقوا مقاومون النار تجاه قوات الاحتلال التي اقتحمت أيضاً مخيم بلاطة الشرق المدينة ترجمة نانسي قنقر